طبعاً من ملف اللعيب الكبار طبعاً قبل كده اتكلمت فيه قلت ان احنا دائماً بنحترم اللعيب الكبار لان احنا حتى لما دخلنا النادي ودخلنا الفريق الاول ويعني اللعيب الكبار دول بيبقى ليهم احترامهم سواء من الجمهور سواء حتى داخلياً جوا الفريق ودائماً انا تعليمات حتى للعيبين اللي هم الصغار او اللعيب اللي لسه طلعين سنة سنتين باله دائماً يبقى يبصوا للعب الكبير يشوفوا يتعلموا منه ويبقى ده مثال ليهم فطبعاً اللعيب الكبار اكتر من مرة اعلنت وقلت ان اللعيبين كلهم بصراحة اصحاب مسئولية اصحاب مسئولية اه طبعاً مسئولية كبيرة جداً لما يكون فرقة فيها من وراء كده شريف اكرامي والجمعة بركات سيد معوض ابو تريكا طبعاً لما ان شاء الله يرجع بالسلام وحسام غالي بعد الاصابة الحمد لله في عماد متعب في يعني فيه عناصر كتيرة جداً انا مش عايز انسى حد فتحي جده بالاضافة طبعاً وليد سليمان عبدالله السعيد عندنا عشور برضو في نص الملعب بقاله فترة دلوقتي داخل على تسعة عشر ملعب في الفريق اول يعني فيه عناصر كتيرة جداً فعلاً لابد ان نبقوا هما مثال وقدوة دائماً في الفريق فاكتر من مرة طبعاً طب ده كلام في العموم خليني بقى في الخصوص يعني منتكلم مثلاً في قضية بركات وقضية حسام غالي الحتة دي بس عايز اقول فيها ان طبعاً يعني انا مش صاحب قرار قرار عند اللاعب لان هو مصيره هو فكره لكن احنا قلنا قبل كده وحتى من خلال ادارة الكورة وبشكل يعني بشكل خصوصي للجهاز الفني اعلنت قبل كده كذا مرة ان احنا متمسكين جداً ببركات طبعاً جداً جداً وانا اتكلمت مع بركات اكتر من مرة يعني انت نفسك بركاتي كامل نفسي نفسي وانا اتكلمت مع بركات قلت له مينمم مينمم يعني لو انت يعني مينمم سنة تقدر تلعب موسم مريح جداً بدنياً من شكل فني معنويات للفرقة محمد بركات لما يكون في تيم النادي الاهلي بيدي تقل للنادي الاهلي طبعاً اعلم جيداً ما يتحطي تشكيل قدام فرقة تانية وفي محمد بركات في الجمعة طبعاً فالنقطة دي مهمة جداً حسام غالي كذلك لكن هنا في رغبة اللاعب يعني في قرار من اللاعب في رغبة اللاعب دي بتبقى ليها طبعاً لها نسبة كبيرة هل هو عايز يكمل هل هو قادر يكمل عنده استعداد ان يزود سنة كمان حياة لعيب الكرة صعب كثيراً ماذاك مثلاً جاء لك خلاصاً عايز اكمل بس عمل لي عقدة سنتين؟ مفيش مشكلة مفيش مشكلة دي حاجة بتاعت لجنة الكرة وحتى اه اه انا انا بقول من من سنة دي عشان يعني بقول له بركات ايه يعني يا سيدي انما سنتين موجودة سنتين بس انا بقول له يعني على الاهل طيب كده على اساس ان انت متمسك بوجوده طبعاً طبعاً وقلت ابقاء اتكلمت معاه كثيراً هو يعني بصراحة الفترة الاخيرة الفترة الاخيرة هو بيرد على كلامي يعني هو بيأكد كلامي بيأكد اه 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 ما شاء الله اه هو نجمل خليل الاول حياة يعمل في الجنب اليمين سواء قداماً دعاً عنده عشرين سنة بصراحة ما شاء الله دائماً نفسي الناس ما تبصش لتاريخ الميلاد يعني سواء لبركات او لواء الجمعة اول احمد حسن او كل النجوم الكبار دولي طبعا انا اقول لك حزكة شو بير انا انا وائل جمعة والله حتى من فترة طويلة انا قلت له وائل احنا يعني متتكلم في السنتين كمان حتى من قبل ما يجدد اه من قبل ما يجدد اه كنت مكلمه قلت له كمان سنتين فيه سنتين كمان دلوقتي غير انا فيه دلوقتي اه قبل ما يجدد قبل ما يمضي مع النادل الايه المضم النادي من حوالي ثلاثة اربعة اشرة او خمس اشرة في يناير كنت قلت له سنتين كمان لان فيه شيء فيه شواهد قدامك فيه تدريب فيه التزام فيه اول واحد بييجي فيه التمرين الساعة ثمانية ونص واحد جاي الساعة سبعة قاعد في النادي ببات بنافسه اه اول واحد بيجي فيه حاجات قدامك نقاط وشواهد بتقولك ده يقدر أو ما يقدرش تدريب بمختلف الأجزاء بتاعته بدي يتأدى تمام النهاردة استشفى يبقى استشفى تدليق تدليق يعني كل حاجة بتتعامل بالزبط لاعب محترف عنده مسؤولية كبيرة يسعى لكده كل اللعيبة الكبيرة يبقى أنت سعيد بعودة ابوتريكا للفريق؟ طبعا 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 أحد عنده ده ابوتريكا كلمت معاه قبل ما يسافر ويعني كان على عين أنه هو يساق كلمت وقعدت معاه كتير جدا كنت مدرب عام وعلاقت به قوية بس يعني رقصني يعني رقصني رقصني تمامه تمامه لأ كان مرة في مرة كده لكن يعني طبعا أتمنى عودة ابوتريكا للنادي الأهلي لأن قيمة كبيرة جدا قيمة فنية وسلوكية ومعنوية كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي هل الأمر نفسه بينطبق على فتحه جده ولا ممكن طبعا 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 محتاجين كابتن كول اللعيبة السلاسي محتاجينه بشكل كبير جدا إذا السلاسي المعار جده فتحي أبوتريكا حسام غالي لسه أعزي كلماتك حسام غالي الواحد ولكنه جده فتح أبوتريكا أنت هتكون مبسوط لو تلاتة رجل طبعا مبسوط جدا يعني أنا معنديش تصور وأنا قعد مع حضارك دلوقتي أنه يبقى حاجة غير كده يعني غير أنه هم يعودوا طب لو حد منهم تمسك مثلا هل سي تطالب فتح تاني وجده من أول وجديد الغالي دلوقتي لما مفيش حاجة وهما أكدولي أنه هم يعني راجعين واتكلمت مع جده واتكلمت مع فتحي التأكدات كلها أنه هم إن شاء الله يعودوا للنادي طيب نروح بقى لحسام غالي حسام هل في قعدة بينك وبين النهاردة حسام اتكلمت معه وإحنا راجعين من السودان ويعني حسام كان مأجل شوية الحتة دي على الأساس يرجع الملعب والحمد لله يعني خد ربع ساعة أنت مرسوط أنت وانت بتديره ربع ساعة في المرسوط مرسوط جدا حتى أنا قلت له بس إيه الملعب بس يعني حس كده الفريق يعني الدنيا واخد شكل الودي المباراة واخد شكل مفهاش ضرب مفهاش تاكلينج مفهاش عنف مفهاش والحمد لله يعني ليدنج بهدفين فكت سعيد جدا وحتى هو يعني اتبسطت أول نزل بيلعب فري يعني مش أي لعبة كابتن يرجع من إصابة مزبوط وممكن يبقى مجدود ممكن تحس أنه خفيف في الملعب ما شاء الله فاتبسطت جدا وان شاء الله الفترة اللي جاية دي يبقى أجهز وتكلمت معاه في حتة التجديد ولسه يعني هو الكلام اللي مصار دلوقتي أنه هو حسم أمره فيه كلام تاني هنسمعه دلوقتي منه لكن كل اللي موجود في المواقع في الجرائد في البرامج أنه لا حسام خلاص ماشي مش هيكمل مع النادر أهل كلامه بقى مع المدير الفني شكله إيه لا هو لسه هو يعني في حيرة من أمره محتار عنده حاجة برة وعنده النادي طبعا متمسك به وهو ليه برضو كيان كبير أو في النادي حسام غالي من اللعيبة الفعل لأنه هو يعني ليه أولا قائد في الفرقة عنده مسؤولية كبيرة وعنده شكل برد ينطبق عليه نفس الكلام اللي على جمعة وبركات وتريكة تدريب مش عايز أقولك في التدريب ما بيهرقش في التدريبات يعني تدريب تدريب جري جري حاجة جميلة جدا وبعدين تحس أنه عنده شخصية يعني عنده شخصية في الملعب ودي النوايات اللعيبة اللي أنت بتحتاجها جدا بتحتاجها بشكل كبير أو في تيم النادي الأهلي خصوصا في المباراة الكبيرة خصوصا في النادي الأهلي بيلعب على في أفريقيا بيلعب آه يعني بيلعب مباراة كبيرة وبالتالي بتحتاج اللعيبة اللي عندها شخصية في الملعب بالإضافة طبعا نقائد الفريق فأنا بتمنى طبعا أنه هو يبقى موجود وفي نفس الوقت هو يعني زي ما قلنا في حيرة من أمره بيفكر بيشوف إيه الأخبار لكن لسه ما وصلش للحاجة يعني أنت شايف أنه عارب أنه يستمر في نادر أهلي أتمنى إن شاء الله وحتى حسام يعني كلامه حتى مش موضوع أنه النادي أو برا النادي هو موضوع ظروف الأتموسفير كله الجو العام كله إنما مش حتة كورا نادي بس أو نادي برا أو حاجة لكن أتمنى إن شاء الله هو لسه حتى يعني هو كلام معي لسه برضو يعني قصة أنه خد قرار النهائي بعدم التجديد ده مش موضوع لسه كنا بنتكلم مع بعض النهاردة وبعد التدريب لا لسه ما وصلش للحاجة